انجازات وتطورات ملحوظة شهدتها وزارة المواصلات والاتصالات في مختلف قطاعاتها خلال عام 2015 كان من أخيرها هو حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيا والسابع والعشرين عالميا في قطاع الاتصالات هذه الوزارة التي تغطي قطاعات هامة جدا من الدولة تعمل جاهدة على تعزيز مكانة البحرين وريادتها بين باقي الدول إضافة إلى زيادة الانتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وفق رؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في المملكة بهدف تعزيز وزيادة الانتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وفق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 ولعل العام 2015 قد شهد العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي كان آخرها حصول مملكة البحرين على المركز السابع والعشرين عالميا في قطاع الاتصالات قطاع المواصلات الذي يشمل ثلاثة روافد مهمة هي الطيران المدني، النقل البري والموانئ البحرية شمل عددا من التغييرات الجذرية بدءا من إصدار الأنظمة الفنية للملاحة الجوية بأيدي وطنية دون لجوء إلى مستشارين أجانب ودفع رسوم إضافية وإعداد قانون للنقل البحري يتناسب مع المتطلبات الوطنية والدولية وانتهاءا بتطوير شبكة النقل البري في البحرين وزيادة عدد الخدمات المقدمة عملنا خلال الفترة التي راحت على إصدار قانون جديد للطيران المدني في البحرين والحمد لله يعني مررنا مع السلطة الشرعية بوقت قياسي وأشكف السلطة الشرعية على مقامة فيه قليم البحرين اللي هو يسمونه الفلات انفرميشن ريجن في البحرين يدير أكثر من ستمائة وعشرة آلاف بائرة في الجو تمر كلها فوق البحرين وفوق الخليج وهذه من أكثر الأقاليم يعني مثل ما يقولون حركة جدا بيزي واليوم الحمد لله يتم يقومون أخوان البحرينيين والبحرينيات بهذه الخدمة على أعلى المستويات على أعلى مسيوات الأمن والسلامة الأمن والسلامة في هذا المجال ما في مجال للخطأ والحمد لله نحصل على شهادات من جميع المنظمات الدولية ومأخرا قبل ثلاثة أشتر أيضا حصلنا على شكر على قدرة البحرين بتوفير هذه الخدمة وطبعا نستخدم أحدث التكنولوجيا وأفضل التدريب لكوادرنا الوطنية قطاع البريد شهد أيضا تطورا ملحوظا في الخدمات والمنتجات المقدمة من خلال تطوير الحاسب الآلي لعمليات بريد البحرين لجميع الفروع وتطوير اللوائح والأنظمة التي تنظم وتحدد مهام البريد نحن قمنا بدراسة مع بريد البريطاني عساسة شون نقدر نطور من خدمات البريد البحريني والحمد لله بدنا في تطبيق هذه الدراسة اليوم بريد البحرين كان في السابق يمكن يقدم خدمات أكثر المواطنين نحاول نحن نربط البريد مع الحكومة الإلكترونية بحيث أن المواطن يستلم بطاقتها أو يستلم الرسائلة من جهات حكومية أخرى عن طريق بريد البحرين زدنا من عدد المراكز البريدية مركز جديد في الزلاق واليوم بنفتح مركز جديد في جيان قاعدين نعيد تصميم وصيانة بريد المنامة وإن شاء الله بننتهي في قريب العاجل دور جوهري تلعبه وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة عبر تبنيها توفير بنية احتية وخدمات تصل إلى الجميع وبأسعار مناسبة إلى جانب نقل الأفراد والبضائع عبر الجو والبحر والبر بطريقة آمنة ومستدامة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين